شارك سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي بشأن الأوضاع الإنسانية والاجتماعية بجمهورية السودان وتم خلال الاجتماع استعراض ما تشهده جمهورية السودان الشقيقة من أوضاع إنسانية واجتماعية جراء الاجتماعات المسلحة في الداخل السوداني وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية تضامن مملكة البحرين مع السودان الشقيق في محنته الصعبة التي خلفت أثاراً إنسانية واجتماعية وموقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية تفادياً لتفاقم الوضع الإنساني في جمهورية السودان مشيراً إلى حرص البحرين على مساندة الجهود الدولية لتقديم كافة أوجه الدعم الإنسانية والاجتماعية بما يسهم في تحسين الأوضاع في السودان وبذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان على إنهاء هذه الأزمة وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني الشقيق ترجمة نانسي قنقر